موسيقى مساء الخير عليكم يا بنات اهلا بيكو في قناة نور ودودي لو اول مرة في القناة ما تنسيش تعميل لايك والشير والسبسكرايب واتفع علي الجرس عشان يمصير كل جديد النهاردة هنعمل مع بعض اللوك الحلو قوي ده اللوك كده كله قنوسة وجميل قوي ورقيق في نفس الوقت اول حاجة طبعا هنعملها هنرتب بشرتنا قبل ما نبتدي اي حاجة اه انا بستخدم الهيلرونيك اسد الهيلرونيك ده حلو جدا البشرة بيرتبها وكمان بيديها نظارة اه بجد من الحاجات المهمة جدا لازم ترتب بشرتك بيها بتدليكيها كده بالراحة خالص كأنك بتعمل لها مساج اه بيبقى حلو جدا وبيعمل كمان نتيجة جميلة جدا تاني حاجة بقى احط طبعا بعد الهيلرونيك لازم تحطي اه كريم ترتيب فانا بستخدم النوفيكس بنسينول حلو جدا بترتيب البشرة وبعد كده بقى ابتدي الميكوب بتاعي بعد مرتبته الشي خلاص الوقتي بحط الكونسيلر استخدم كونسيلر اه بورستاي من ايفون الكونسيلر ده حلو قوي اه للهالات الخفيفة بيدريها وفي نفس الوقت بيدي اضاء كده بسيطة حلو قوي اه ما بيدرش تحت العينين خالص اه من الكونسيلرات الحلوة الخفيفة اه اللي تقدري تستخدمها كمان يوميا من غير ما تعملك اي ضرر لمشروتك بوزعه بالبيوت بلندر وكمان لو بيديكي برضو اه هو طريقة فرده سهلة جدا فمفيش مشكلة اللي تحبيه اه بس رح حواجبي بس بالفرشة اه مش هحط عليها حاجة لان هي يعني دقيلة فمش عايزة ان انا اغمقها قوي وبعد كده بقى هحط التنت طبعا انا بحب ابتدي بالتنت عشان بيورد كده الخدود بيخلي شكلها حلو التنت ده من اماندا اه الدرجة البينكي دي حلوة قوي وبعد كده بقى الاي شادو واستخدم اي شادو من برجوال اي شادو ده اه حلو جدا لان بستخدم منه الدهب اللي فيه هايلايتر وكمان الابيض اللي فيه اللي بيلمع حلوة قوي بس انا هستخدم الدرجة الجري عشان ارسم بيها تدي شكل حلو وهتنفعني كمان في اللوك اللي انا هعمله الاي شادو ده يا بنات اه احلى حاجة في ان هو خفيف قوي على العنين يعني مش بتحسي وانتي بتحطي ان هو تقيل وناعم جدا فالعلبه صحيح صغيره وما فيه اش غير اربع الوان بس بجده حلوين قوي كمان البينجمنت بتاعه حالو بصراحة كل منتجات برجوال بتاع جبني اه كونسيلر اه او الاي شادو بتاعه الفونديشن كل منتجات برجوال بجده حلوة جدا وما فيش منها كمان اي ضرر على البشرة خالص يعني حتى لما بتشديه ما بتحسيش ان انتي كنت حطة حاجة تاني حاجة بقى بعد ما حطينا اللون الجري زي ما انت شايفين كده هستخدم بقى اه اي شادو جابليني عايز اقول لكم ان العلبة الكبيرة دي اه انا مش عارفة ما تخلص هعمل ايه لان انا مش باستغنى عنها الدرجات اللي فيها كلها حلوة جدا انا استخدمت درجة هي على موف شوية كده اه او توبي درجة حلوة قوي اه كل درجات العلبة دي بجد طحفة وسعرها كمان كان حلو اه انا مش بلاقيها في مصر كتير منتجات اه جابليني بس بجد يعني هي مركة تركي بس نضيفها قوي البنجمنت بتاع الاي شادو حلو العلبة فيها كل الدرجات اللي انتي اه بتحتاجيها دهبيات اه على اه نحاسي على بني على اورنج يعني كل الدرجات على بنكات فبجد حلوة جدا بعد ما حطيت الاي شادو بقى حط تحت الحاجب كده اه درجة ليه على اه دهبي عشان تدي اضاءة بتبقى شكلها حلو قوي الدرجات الفاتحة دي تحت الحاجب او الابيض الفاتح برضو اه بيبقى شكله حلو. زي ما انتم شايفين كده بعد ما حطيت الاي شادو في العنتين. هحط بقى عند مدمع العين اه دهبي كده. اه بيبقى حلو قوي. طبعا ده اختياري بس هو من الحاجات الجميلة قوي في الميكاب ان انت تحطي عند مدمع العين بيدي اضاءة حلوة. اه لون دهبي يكون رقيق كده. وهرسم بقى عيني بالديب لاينر. الديب لاينر اللي انا هستخدمه اه من اه ميت سينيما. اه مركة دي دي السا جديدة بس بجدة حلوة. بتاعها حلو جدا. وزي ما انتم عارفين ان انا بحط الاستيكر ده عشان الرسمة تطلع مزبوطة. كمان فيها ميزة الفرشة بتاعت اه ده حلوة جدا. يعني سهلة اه بتساعدك ان انت ترسمي بيها من الفرش الحلوة فعلا. مش بتتحرك كتير فبتعرف ان انت تبقي ملكة الرسمة اه بتاعتك تقدري تتمكني منها اكتر. كده اه خط كده رفيع بتشكله حلو. الرسمة كمان شكلها جميل اوي. اه اللوك ده بيبقى حلو كمان مع العيون المبطنة فا تقدري ان انت تعمليه والرسمة دي كمان بتبقي حلوة. الفونديشن بقى اللي انا بستخدمه. من لوريال. الفونديشن ده حلوة اوي. كنت عملت لكو عنه. آآ بجد يميل جدا هو للبشرة الدهنية بس انا بشرتي جفة وعشان مرتبة كويس بقدر ان انا استخدمه بيبقى حلو معي. وفي ميزة كمان ان هو مش بيكسد من اللي حلوة قوي زي ما انتم شايفين مدي اضاءة كده الوشي كله وشكله طحفة حلو جدا. آآ واحط بقى نفس الدرجات اللي انا حطتها فوق عيني انا بحط دهبي كده تحت العين خفيف. وبعد كده ابتدي احط باقي الدرجات. آآ اللي انا برضو حطتها فوق العين. زي ما انتم شايفين كده. الذهبي اللي انا حطيته بسيط ده قوي. اللوك ده يا بنات تقدر ان انتم تقلبو سوريه لو حبيت ان انتم تتقلوا الذهبي او كده. بس انا بعمله اللوك اللي هو ينفع في خروج عادية في عيد ميلاد. آآ يعني اي وقت ان انت تحطي. آآ الوقت هحط الدرجة اللي هي على بنك برضو تحت العين. يعني بتبقى حلوة جدا لما بتحطي نفس الدرجات اللي انت حطتيها فوق عينيكي تبتدي تحطيها تحت العين دي بتبقى شكلها جميل جدا. آآ الدرجة دي جميلة قوي يعني تحس انه هي آآ تدي مع الموفات تدي مع التوبي يعني لو انت لابسها الوان على بنكات او توبي او مو فهيدي معها الميكوب ده هيبقى حلوة قوي. وكمان رسمة العين دي آآ بجد جميلة قوي يعني من الحاجات اللي طلعت مودة بس حلوة فعلا. المهم انت تبقى عارفة ترسيمي عينك ازاي وايه الرسمة اللي تبقى آآ لايقة مع مع عينك اكتر وتديها اتساع يعني ما تآ ما تدريهاش او آآ تخليها مقفولة في طريقة رسمة كده هتحس انها بتقفل العين لأ الرسمة دي بتوسع العين فبقى شكلها حلو. احط بقى كونسيلر كده انضف به تحت العين زي ما انتوا عارفين بدي اضاقة والوقتي بنحط برضو شوية تنت تاني آآ عشان آآ الفونديشن يبقى عليه تنت يبقى شكله حلو كده يدي آآ توريدة للخدود. وبعد كده بقى حط المسكرة آآ انا بستخدم مسكرة من على فكرة المسكرة دي حلوة جدا. آآ الميزة فيها ان هي مش بتوقع الرموش آآ مع الاستخدام يعني هي فعلا تقيلة وبتكسف بس في نفس الوقت آآ ما بتضرش الرموش آآ قليل قوي لو آآ وقعت رموش او كده آآ بجد حلو جدا. وبتخليكي مش محتاجة زي ما انتوا شايفين بتكسف الرموش لان انا اصلا رموشي خفيفة فبتديها شكل حلو قوي. تخليكي ان انت مش محتاجة ان انت تركبي آآ رموش. آآ استخدم بقى آآ روج ده من ايفون. درجة بتاعته روز آآ من ماركة كالر تريند آآ آآ برضو حاجتها حلوة وروجات بتاعتها حلوة قوي. آآ من الحاجات الجميلة قوي اللي في يعني آآ كمان بتاعه حلو. وحلو جدا ناعم على الشفايف مع ان هو مط بس مش بيقشر ولا بيعمل اي حاجة للشفايف حلو جدا. وبيديها كده امتلاء. فمن الحاجات الجميلة قوي. احط بقى آآ درجة غمقة شوية على فوشيا كده آآ من بريتي وومن. آآ الدرجة دي برضو حلوة قوي. وعلى فكرة روجات آآ بريتي وومن حلوة رغم ان هي مش غالية. بس آآ يعني من الروجات الخفيفة الجميلة قوي. ودرجاتها برضو حلوة ونعم على الشفايف ومش بتأثر على الشفايف خالص يعني بتبقى جميلة وطرية كده. يعني بغمق بها كده آآ نص الشفايف مش كلها عشان آآ ما دريش اللون الاساسي اللي انا حطيته. الوقتي بقى آآ هسبت بالبودر آآ بستخدم بودر آآ جوردانا. آآ البودر دي حلوة قوي آآ نعمة جدا جدا. عايز اقول لكم من احلى البودر اللي انا استخدمتها بجد جوردانا حلوة قوي. يعني احلى كمان آآ من اللوس بودر لان هي آآ الدرجة بتاعتها آآ طبيعية آآ على بيجات كده هي زير واحد آآ مش اللون الابيض الفوزيع كده وفي نفس الوقت عامة مش بتدخل في الخدوط وبتثبت الميكوب يعني من احلى البودر اللي هتستخدميها آآ هحط بقى آآ الرجاجو على خوخي انا بحب الدرجة دي جدا آآ عشان بتحدد كده الوش وبتعمل زي شكل الكنتور بس بنفس الوقت ببه شكلها حلو وانا بستخدم الرجاجو بتاع اماندا برضو جميد جدا من الحاجات الحلوة كل ماركة هتلاقي فيها كده حاجة مميزة كده ده كان اللوك بتاعنا يا بنات النهاردة لو عجبكو سيبوا لي كومنت برأيكو آآ في اللوك ده وآآ ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعالوا الجراز عشان يوصلكوا كل جديد مع تحياتنا الولودي